انقطاع او توقف الدم المتضفق لعضلة القلب واللي بيغزل انسجة العضلية المكونة للعضلة دي ممكن انه يتسبب في حدوث انفاركشن اللي هي جلطة او ممكن يتسبب في حدوث ازمة قلبية اصابة الشريان التاجي المغزل للقلب بيكون هو السبب المعتاد لحدوث الازمة القلبية عادة تصلب الشريين بتسبب تكوين جلطة واللي بتسد مجرى الدم من بين الاكسجين ويغزل انسجة العضلية فبالتالي خلايا عضلة القلب بتعاني من فقر الدم بسبب انسداد الشريان المغزلية فبتبدأ تموت الانسجة موت الانسجة المكونة لعضلة القلب بيفقد العضلة وظيفتها فبيأثر على انقباض البطينات اللي بتضخ الدم للجسم وبيقلل كمية الدم المدفوعة من القلب فبيحصل سكتة قلبية ونقص في النتائج القلبي واللي ممكن بعد كده يعرض الانسجة العضلية وعضلة القلب للخطر اشتركوا في القناة